السلام عليكم قتلى وجرحى بعد انقلاب سيارة للنقل المزدوج بالمغرب لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا باخر اخبار المغرب علماء من مصادر محلية ان شخصين لقيا مسرعهما فيما اصيب ثمانية اخرين بجروح المتفوتة الخطورة في حادث السير وقعت عشية اليوم الاربعاء بالطريق الرابط بين ديمنات ومنطقة ايت اومديس باقلم ازيلال وافادت نفس المصادر بان هذه الحادثة حصلت اثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج في احد المنعرجات بالطريق السالف الذكر على متنها الضحايا بعدما كانوا عائدين من مدينة ديمنات في اتجاه جماعة ايت اومديس الشيء الذي خلف مصرع شخصين واصابة ثمانية اشخاص بجروح متفوتة الخطورة بينهم سيدة وطفلة صغيرة وابرزت المصادر ذاتها انه فور علمها بالحادث انتقلت مصالح الدرك الملك والسلطات المحلية بمعية عناصر من الوقاية المدنية حيث تم نقل المصابل لمستشفى القرب بمدينة ديمنات قصد تلقي العلاجات الضرورية